السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الخاص بالأبحاث. ان شاء الله هيبقى فيه منفجهات بالنسبة للأبحاث وكيفية تحلها ان شاء الله. في الفيديوهات القادمة. ما تنساش الاشتراك في القناة. وعمل لايك. ان شاء الله الأبحاث بالنسبة للأبحاث. بسرعة طبعا الابحاث بالنسبة مسلا لأولى اعدادي. في طبعا عندي تحسين هتلقوا ان الابحاث بالنسبة اللي اختلف ان كل طالب هيعمل بحث واحد من ثلاثة ابحاث. اول حاجة بقت ثلاثة ابحاث مش خمس ابحاث. ثاني حاجة بدل ما كان ممكن تشتري خمس طلاب لأ لازمة طبعا بقاوت ثلاث طلاب بس. الابحاث بالنسبة لأولى اعدادي ليه? تلتة اعدادي هم تلتة انواع. عن تحسين البيئة العلمية وتكنولوجيا وطبعا في اسئلة مرتبطة بأولى اعدادي والزيادة السكانية والامن الغزائي والبيئة. ده بالنسبة والاعدادي والتاني اعدادي وتلتة اعدادي. طيب بالنسبة لابتدائي. عندك آآ تلتة ابتدائي. هتلقى بيتكلم عن برضو السياحة والطاقة والصحة والمياه في تلتة اعدادي. تلتة ابتدائي. رابع ابتدائي نفس الكلام. لحد صف سالس. يبقى الابحاث مرتبطة بيه في صف تلتة ابتدائي الى ستة ابتدائي هم معن اربع حاجات. السياحة والطاقة والصحة والماء. وبتختار بحث واحد. ولكن اختلاف الاسئلة مرتبطة بيه واختلاف طبعا كتابة الملخص والموضوع. عدد الكلمات في الملخص مختلفة من تلتة ابتدائي لحد ستة ابتدائي. نفس الكلام من اول اعدادي لتلتة اعدادي هم تلتة ابحاث. تحسين البيئة العلمية وتكنولوجية. زيادة السكانية والامن الغذائي والبيئة. وبرضو بيختلف عن عدد الكلمات والملخص والموضوع. وان شاء الله هنزل لينك للابحاث بطريقة واضحة وشكل واضح تحت اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.